في العراق ارتفعت حصيلة ضحايا الهجمات الانتحارية التي شنها مسلحو تنظيم داعش اليوم في حي كوكجلي شرقية مدينة الموصل إلى 23 كتلا بالإضافة إلى عشرات الجرحة قال قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفاريق رائد جودة أن المدفعية الثقيلة استهدفت معسكرا لداعش في المستشفى الألماني مقابل معسكرا الغزلاني في الساحل الأيمن جنوبي الموصل ما أصفر عن سقوط عشرات القتل من مسلح التنظيم وأضاف جودة أن القضاعات العسكرية تصدت أيضا لهجوم انتحاري في حي فلسطين جنوب شرقية الموصل ما أدى إلى تدمير آليات عسكرية تابعة للمسلحين وقتل من فيهم بدورها أكدت وزارة الدفاع العراقية مقتل عشرات المسلحين من داعش بينهم قياديون بقصف جوي في محافظة نينوة مشيرة إلى أن الضربات طالت تجمع للمسلحين جنوب نحيط العبضة القريبة من أحد القضاعات العسكرية التابعة للجيش فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة استهدافها مخازل الأسلحة ومعمل لتفخيخ وتدريع العيالات في صحراء عكشات غرب الأنبار إلى ذلك تبنى تنظيم داعش التفجيرات الانتحارية التي ضربت شرق مدينة الموصل وخلفت عشرات القتل والجرحة وأعلنت السلطات الأمنية أن الهجوم وقع في سوق شعبي بمنطقة كوكاكلي المحررة من سيطرة المسلحين فيما فرضت الشرطة الاتحادية حظرا للتجوال بمنطقة شرقية الموصل ترجمة نانسي قنقر